وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 584 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 320 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن وفي مجال حجب أرز الشعير الأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 250 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من ثمانية أطنان وإلى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط عشرة أطنان أسمنت كما تم ضبط 395 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص الوزن و75 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال قضايا المخابس وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 388 طن